السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا في فيديو جديد في اخر اخبار النادي الكاتلوني برشنا في سوق الانتقال الصيف الحالي قبل بيديه فالتفاصيل والدخول في هذا الموضوع اتمنى منكم ان لا تنسى الاشتراك لايك للفيديو سيديك جديد وانا ابدأ اكله والتعرف على اخر المستجدات في اخبار النادي الكاتلوني برشنا يقتحم السباق للتعاقد مع اللاعب كيليام بابي حسب الصحفة ديلميل الانجليزية كشف ان النادي برشنا الى جانب نادي اتشيلسي يبدلون قصر جهدهم في محاولة التواصل الى اتفاق مع النادي بارسان جلمان من اجل محاولة التعاقد مع اللاعب الفرنسي كيليام بابي وفيما يتعلق بالجانب البرسلوني فقد اكد تقارئ اسبانية ان النادي بارسنا يسعى للتبادل مع النادي بارسان جلمان بتضامن عديد من اللاعبين والقيم بصفقة تبادلية دون الدخول باموال من اجل حسم السفقان اما بخصوص مستقبل الدول الفرنسي عثمان ديلميل مع النادي الكاتلوني طبعا حسب الصحفة العالمية وحسب صحيفة سرادو كاتلوني ان الدول الفرنسية يغسري بقوة من راحين عن الفريق الكاتلوني في الميركاتو الحالي خصوص ان باريس انجرمان عازم على حسم السفقة في الايام القادمة وباريس سوف يقوم بفسق عقد اللاعب مع البرسا بدافع الشرط الجزائي لهو خمسين من يورو من اجل حسم التعاقد مع اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي في الميركاتو الحالي كما اكد وكل اعمال اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي انه واجه خطابا الى البرسا بطلب منهم بالموافقة على التفاوض مع النادي الفرنسي من اجل حسم اللاعب مستقبل اللاعب عثمان ديمبيلي في الميركاتو الحالي اذا في اخر مسجدت ان عثمان ديمبيلي يقتري بقوة من راحين عن فريق البرسا في الميركاتو الحالي والوشيشة القديمة سوف تكون نادي باريس انجرمان في الايام القادمة افوان لاسبالماس يقتري من حسم التعاقد مع اللاعب برشنا اللاعب خوليان اروخو اكد الصحافي الاطالي شهر برومان المختص في اخبار سوق الانتخال الصيف الحالي ان نادي لاسبالماس اقترب من التعاقد مع اللاعب المكسيكي اروخو ظاهر ايمن للنادي بارشنا رومان اكد ان السفقة التعاقد للاسبالماس مع اللاعب اروخو سوف تكون على سبب الاعرام لمدة موسم واحد وان هذا خلط بالفعل بساعة الحاسب واللعب يقصر بقوة من انتقال النادي لاسبالماس في الميركاتو الحالي باريس انجرمان يتعاقد مع الحاريس حاريس نادي بارشنا اعلن النادي باريس انجرمان الفرنسي التعاقد مع حاريس مارما تينيس قادمة من نادي بارشنا في استفقه انتقال حور ولم يتوصل البرسا الى ارتفق مع الحاريس البلغ من العوم اثنين وعشرية عام لينضم الى باريس انجرمان بشكل مجاني بعط حتى الفين وست وعشرين.